اشتركوا في القناة مشكلة من المشاكل الحادة التي نواجهها في المجتمع المصري مشكلة البطالة ولأول مرة تعرض الحكومة برامج مختلفة لمواجهة هذه المشكلة واسمحوا لي ان اتواصل مع ما ذكره الاستاذ الدكتور عاطفة فيه فيما يخص دور القطاع الخاص في استعاد جزء كبير من البطالة الحقيقة لو نظرنا الى سوق العمل وتركنا سوق العمل الحكومي والذي في يوم ما سنعتمد عليه كسوق عمل اللي هو سوق العمل الخاص سأتولى عرض مسألتين همتين حجم سوق العمل بخلاف سوق العمل الحكومي عشر مليون عامل يعملون في سوق العمل الغير منظم اي المنشآت التي يقل عددها عن عشر ممال وثلاثة مليون ونص يعملون في سوق العمل المنظم والاستثماري اذا مساحة سوق العمل المنظم اللي فيها عشر مليون عامل هي المتاحة المتاحة التي يجب ان نعمل ونركز على العمل معها حتى يمكن ان نكون بتوفير فرص عمل الحقيقة هذا القطاع بالذات يتداخل كثيرا مع البطالة القطاع الغير منظم يتداخل كثيرا مع حجم البطالة بمعنى ان جميع من يعمل في هذا القطاع او جزء كبير من هذا القطاع يحاول ان يجد فرصة عمل حكومية ومن هذا المنطلق بتظهر مشكلة البطالة وحجمها اللي احنا بنحس في كلنا الحقيقة على اساس على اي اساس قلنا بما يمكن ان ننفذه خلال العام القادم في تشغيل العمال في القطاع الغير منظم بشكل يتواء احتياجات هذا القطاع زي ما قلنا القطاع حجمه عشر عشر مليون يعملون به لو اخذنا اتنين في المية نسبة نمو في هذا القطاع سنجد امامنا توفير متين الف فرصة عمل في هذا القطاع الحقيقة بنخرج من نطاق تشغيل والترشيح للخرجين وما الى ذلك كوزارة هو عاملة الى نطاق دراسة السوق واحتياجات السوق فيتم او تم الان حصر وتحليل احتياجات هذا القطاع تحليل احتياجاته وتخصصات التي تلزم لهذا القطاع وهذه الاحتياجات تم تحليلها من واقع احتياجات حقيقية ومن واقع الطلبات التي لا يتم الاكتفاء فيها من نشرة التوظيف القومية التي في خلال سنتين تم تعيين اربعة واربعين تلمية من المنشور في هذه النشرة وانا بتحدث عن ارقام حقيقية علشان ما نقولش ارقام يعني متفاءلة زيادة عن ندوم فاحنا نشرنا عن حوالي خمسمائة الف فرصة عمل وكثرة يعني تم تشغيل مئتين اثنين وعشرين الف بنسبة اربعة واربعين في المية تقريبا من هنا عاوزين نقول ان الامل معقول على هذا القطاع ان يتم التشغيل فيه لحوالي مئتين الف ورصة عمل احتياجات هذا التمكيز تطوير مكاتب العمل تطوير مكاتب العمل معنى التطوير الحق بعض الاليات والمهمات الحديثة في مكاتب العمل زي الكمبيوتر والفاكس وما الى ذلك وتدريب العملين في هذه المكاتب والعمل على ان يتم التقدم لمكاتب العمل لكل طالب العمل اللي نرجوه المساعدة في ان يتقدم كل طالب عمل لمكاتب العمل لان هذا الموضوع من الاهمية بمكان في حصر البطالة الحقيقية واكتشاف ايضا فرص العمل الجديدة فعندما يتقدم طالب العمل مش ضروري يدور بطلبه بين الوسطة والليف وسط والعضاء وما الى ذلك نرجو ان يتقدم كل طالب عمل بعمله وبطلبه الى مكتب العمل حتى يمكن ان ايضا ما يصحش فرص ما الكلام ده حتى قال لو سمح احنا 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 بنقول اننا سنطور هذه المكاتب خلال هذا العام هناك خمسين مكتب عمل بيتم تطورهم خلال هذا العام بالاجهزة الحديثة وبمعدات حديثة وبتدريب ايضا المناحظة اللي قيل ان مكتب العمل سيقوم بالترشيح الى الطلبات ولن يترك العامل او طالب العمل يذهب بنفسه ولكنه حيرشل هذه الطلبات بالترشيح ولكن لصاحب العمل ان يختار من بين طلبات العمل التخصصات المطلوبة وليس بالقطع ان يتم اختيار كل ما يتم ترشيحه لصاحب العمل لان هناك حريات صاحب العمل الحاجة التانية تطوير ايضا مراكز تكوين مراكز التكوين التابعة لبعض الوزارات الاخرى في مناطق الحرفية ايضا بنتحدث عن التشغيل الخارجي واعزالة المعوطات امام شركات تسفير العمال للخارج ودراسة التعاون بين هذه الشركات والوزارة والسفارات المسؤولة او السفارات اللي يعني بتمثل الدول صاحبة سوق العمل الخارجي وسيتم ان شاء الله توفير تسعين الف فرصة عمل خارجي بإذن الله خلال هذا العام الحقيقة حينما اتحدث عن ارقام وخصوصا ارقام البطالة في القطاع الخاص او تشغيل البطالة في القطاع الخاص هذا مرتبط تماما بتمثيز الاستثمارات الواردة في الموازنة في القطاع للقطاع الخاص لان لو لم يتم استثمارات في هذا القطاع حتى تأثر وتتأثر عملية التشغيل لكن كل جهد وزارة العمل ومكاتب العمل هو البحث عند اصحاب الاعمال اللي بيقوموا بتنفيذ استثمارات وداخله في خمطة الدولة ايضا موضوع القطاع الخاص المنظم حضرتك تعلموا ان هذا القطاع متجه نحو تطوير الانتاج ونحو الالية او التكنولوجيا الحديثة ولذلك يؤثر ذلك على حجم العمل ايضا وعاوزين نوجه النظر الى ان الذي يعود هذا هو زيادة نسبة التشغيل في الخدمات والخدمات بمعنى ان يكون هناك جزء كبير في القطاع الخاص الغير المنظم احنا عاوزين نقول ان هناك كلام صريح وشفاف وحقيقي هو عزو بعض الناس عن ان يعمله في القطاع الغير منظم ولذلك يحتاج القطاع الغير منظم الى التنظيم اولا والى خلق قاعدة بيانات ان شاء الله والى ايضا التفتيش المستمر على هذا القطاع لضمان الاتكرار للعمالة اللي بتتسبب بان بعض الناس بيكركوا هذا القطاع ولا يقبلوا عليه اقبال حقيقي الحقيقة هذه المناسبة وهذه الحوار مع حضراتكم لنعيش جميعا ترجمة نانسي قنقر